مساء الرضا والفل والجمال على حضراتكم مشاهدينا ومشاهدي أون تايم سبورتز في كل مكان وحلقة جديدة من ملعب أون والحلقة النهاردة فيها كم من الأخبار والتفاصيل والكواليس اللي في غاية الأهمية أول حاجة شكر مستحق للأستاذ طاها عزة رئيس لجنة المسابقات في رابطة الأندية المصرية والذي ينظم بطولة الدوري المصري الممتاز وكاس الربطة على الوعد اللي قال لنا عليه الأسبوع اللي فات واللي نفزه قال لنا أنه بعد نهاية كل جولة سيتم إصدار كل العقوبات التي تخص هذه الجولة لأن احنا كنا بنقوله أن واحد من أهم المشاكل اللي بتقابلنا أن ما فيش تايم فريم ما فيش إطار زمني بيتم الإعلان من خلاله عن العقوبات الموقعة فبالتالي الناس بتحس بأن فيه كلب مكالين وأن فيه عقوبات بيتم الإصراع في الإعلان عنها وعقوبات أخرى بيتأخر الإعلان عنها فكل الشكر لي لأن تم الإعلان عن عقوبات الجولة وطبعا إحنا ما نتمناش أن ما فيه أي عقوبات على أي حد بس تم الإعلان عن العقوبات الخاصة بالجولة الأولى هنستعرضها مع حضراتكم حالا بعد نهاية لقاءة الجولة الأولى تم الإعلان عن كل العقوبات الخاصة بالجولة الأولى ولقاءتها مباراة طلع جيشه المصري إقاف إسلام محارب لعب فريق طلع جيش مبارتين وتوقيع جرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه كمان في عقوبة وقعت على كابتان طارق مصطفى مدير الفني للبنك الأهلي مباراة واحدة وتوجيه لفط النظر إليه توقيع جرامة مالية قيمتها 15000 جنيه طبعا ده كان في مباراة الزمالك والبنك الأهلي ثم عقوبة في مباراة الإسماعيلي وغازل المحلة إخاف عبد الرحيم وتوقيع عقوبة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه مع تطبيق المادة 54 من لايحة مسابق الدوري نايل موسم 2024 2025 الخاصة بحالات الإنذار الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للعب واللعبين حاجة جميلة حاجة جميلة وحلوة لما يتم العناء عن المسابقات في وقت سريع عن العقوبات في وقت سريع ويتم الذكر الحيسيات والبنود واللوايح والحاجات دي بتبقى حاجات لطيفة وجميلة يارب تفضل مستمرة حتى نهاية المسابقات طيب